أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها شكلت لجنة متخصصة للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة والإعاقات النفسية الخطيرة وأوضحت الدفاع الإسرائيلية أن قسم التأهيل استقبل منذ 7 أكتوبر الماضي 9400 جريح و36% منهم يعانون من اضطرابات نفسية مشيرة إلى أن قسم التأهيل قد يستقبل 14 ألف مصاب حتى نهاية العام ونحو 5600 منهم يعانون اضطرابات نفسية وكان الإعلام الإسرائيلي قد كشف مؤخرا عن أن مئات من جنود الاحتياط يفرون من الخدمة عن طريق السفر بدون إبلاغ قاداتهم في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية كما أن عشرات جنود الاحتياط أعلنوا أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب